يا رجل أنت لا تستحق أن تكون زعيم لتركيا أنت لا تستحق أن تكون زعيم لتركيا لأنك صادر ومسلم حقيقي لذلك وقف العالم كله من تكتب سلام عليكم أعلنت هيئة الانتخابات التركية أن أردوغان حصل على 49% مقابل 44% لأوغلو وكانت نسبة التصويت لصالح أردوغان تراجعت إلى أقل من 50% من الأصوات بعد فرز أكثر من 98% أو 99% حتى هسا صار من الأصوات بحسب وكالة أنباء لأنظور الحكومية وحتى يفوز في الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50% من الأصوات زائد واحد وهذا الكلام لم يتحقق حتى الآن لأي من المرشحين بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات يا جماعة والله ما أنا عارف كيف هذه الزعمات العالمية حكمة بلادها يعني أردوغان إلو 20 سنة بالحكم من 2003 ولغاية هسا مش عارف يزبط وضعه مع هيئة الانتخابات المستقلة تبعتهم اللي بتركية يعني إنجازاته الحقيقية على الأرض بتحكي عن حالها المرحلة اللي وصلت إلها تركية في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة والتمدن العمراني والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والصناعات الدفاعية والتكنولوجية إيش مرعب بقول أردوغان عن أفعاله رفعنا حجم استثماراتنا على أساس سنوي من 70 مليار ليرة تركية إلى 1 تريليون وأربعمائة مليار ليرة تركية صادراتنا من 36 دولار إلى 170 عفوا مليار 36 مليار دولار إلى 170 مليار دولار يبلغ احتياطي مصرفنا مركزي حالياً حسب حديث أردوغان 109 مليار دولار وستصل قريباً إلى أكثر من 115 مليار دولار وكنا قد زدنا دخلنا القومي الذي كان 238 مليار دولار إلى 960 مليار دولار يعني قريب التريليون الناتج الإجمالي الزراعي تجاوز 33 مليار ليرة عام 2020 بعد زمان قبل ما يجي لم يتجاوز 37 مليار ليرة تركية سابقاً وفرت حكومته دعماً زراعياً بقيمة 165 مليار خلال 19 عام وبقول أردوغان اكتشفنا احتياطي غاز طبيعي بحجم 540 مليار متر مكعب مع أنه كانت الحكومات السابقة بتركية تؤكد عدم وجود الغاز أصلاً بهذه الكميات أما عدد المشاريع الصناعية الدفاعية ارتفعت من 62 مشروع إلى 750 من المشاريع الصناعية أما مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفعت من 5.5 مليار دولار إلى 75 مليار دولار مشدداً أردوغان أن تركيا دخلت في قائمة الدول الأبرز بإنتاج وتصدير الطائرات المسيرة وبقول كمان أردوغان زدنا عدد المناطق الصناعية المنظمة من 192 إلى 325 وأنشأنا 79 تكنو بارك و22 مدينة صناعية وشغلنا وكالة الفضاء وحددنا برنامج الفضاء الوطني الخاص بنا والمراحل المتعلقة بالسيارات المحلية تسير وفق الخطط في عام 2023 سنرى سياراتنا في الطرقات بس في عام 2021 تم توفير 6969 فرصة عمل في 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة في الدائرات الرسمية التركية من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم بناء 50 سكن للطلاب تضم 60 ألف سرير وبدأنا حسب حديث أردوغان أيضاً إنتاج تسلسل لأول مرة سفينة حربية مسيرة محلية سموها أولاق أما الصادرات التركية حطمت رقماً قياسياً خلال العام تجاوزت 203 مليار دولار في 11 شهر وتم تعيين 1248 معلماً من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس التركية تضم عن تعيين 21407 معلمين في عمم البلاد عائدات القطاع السياحي في البلاد بلغت عام 2021 24 مليار دولار وعدد زوار تركية وصلوا 29 مليون وضع أيضاً حجر الأساس لبناء المفاعل الثالث لمحطة الطاقة النووية في ولاية مرسين جنوب البلاد أطلقوا قمرين صناعيات وتم تدشين 149 جسر و23 نفق في عمم البلاد في عام 2021 بالفعل أنك لا تستحق أن تكون رئيساً لتركيا ول يا رجل ما عرف تزور 20 سنة من حكمك لتركيا ما زبطت رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عندكو 20 سنة ما عرف تجيب واحد من الدول العربية يعلمك أكمن يعلم أكمن واحد من عندك كيف يقطع الكهرباء عن أكمن مدرسة ويحطوا أكمن صندوق إليك بش معقول يا رجل قدش أنت صادق يا رجل والله عنا في العالم العربي بكون بايع البلاد والعباد الرئيس وإحنا من بنطبل ونزمر إله على هذا الإنجاز يا رجل عنا بالعالم العربي حكوماتنا بتغرق بلادنا بالديون للبنك الدولي وبنطلع نطبل ونزمر إنه هذا إنجاز عظيم يا رجل عنا بالعالم العربي اللي بفتح ثمه بندعس على راسه ورأس أهله ونطلع نتغنى بحقوق الإنسان يا رجل عنا بالعالم العربي بنحول الفساد إلى إنجاز والسرقة من جيوب الشعوب إلى شرف وكرامة ونطبل ونزمر وراء الحكومات يا رجل عنا بالعالم العربي نلبس مما لا نصنع ونأكل مما لا نزرع وعنا وزرات صناعة وزرات زراعة بس مشان تنظم الدور وتعطى تصريح استيراد مشان تدخل صناعات العالم للبلاد وزراعتها بنعمل هذا الكلام إنجاز ولي يا رجل معقول معرفت تستفيد من الدجل العربي في الانتخابات وكيف تبقى رئيس طول عمرك يا رجل أنت لا تستحق أن تكون زعيم لتركيا لأنك صادق ومسلم حقيقي لذلك وقف العالم كله ضدك المشكلة أنك حولت أكبر كنيسة بالعالم لمسجد مشان هيك حتى إحنا ضدك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة